لا ده هيتناسب مع مجتمعنا وفيه ناس يقول لك لا انا بره بعمله وكده هعمل كده خلاص منور الدنيا علامي وإن اللي هوك الجامل ده يا عم والله احنا على باب والله يعني على باب والله والله على الله خالص وانت مشاء الله عامل شغل حلو قوي ودايما عامل حاجات جديدة وتريندات حلوة ودايما كده صحفي الغلس حلو الصحفي الغلس الحلو ده عارف اللي هو الغلس اه اللي هو اللي ينرفز الواحد يطلع منه حاجات حلوة حبيبا السرعة والله تستهل كل خير انا نفسك النهار ده ولا خلينيها طيجة لا 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 والله انا معاك انا معاك خلص انا معاك خلص مبدأي ان اللوك ده عمل لك اي قلق لا هو اللوك ده اساسه الكورونا يعني وقت الكورونا ما كانش فيه بقا واعدين في بيوتنا وما فيش حلقين ولما مننزل للحلقين بحس ان انا بقى نزل عنها المركزة بتعقيم قوي والحاجات ومقلقين اصلا فمن هنا بقى ده سبت شعري لقيته ماشي قلنا الله تجديد بعد كده كده كنت انا دخلت بقى الورش عند استاس خالد جلال فزي ما تقولي تركوارت بيه هناك بقى فخايف ان انا اقشيله فا اه انا عملت مشاهد كتيرة عند استاس خالد بلغاية ان شاء الله عرض التخرج بتاعنا بازن الله قريب فخايف بقى ان انا كده يعني وعجب ناس وفي ناس بتقول لي لا ارجع لشكلك القديم ويعني اهو يعني اي اي حركات طيب بصراحة كده يا سراج انت ممكن اه تغني وانت لابس حلق واميس شفاف لا ما اغنيش انا وانا لابس حلق واميس شفاف ما احترامي لكل الازواق بس انت سألتيني عن زوئي يعني انا طيب ورائف لما احمد سعاد عمل بيه لا مش يعني مش عاجبني انا بحب احمد سعاد جدا ودمه زي العسل ومطرب كبير طبعا بس انا كرائي كحد من الفانز بتوعه لا ما يعني ما عارفش ما تربناش على كده ولا تعودنا على كده وكانت يعني عارف لقطة لقطة كده يعني عارف في خضة كده هو نفسه عارف انه مخدود يعني هو حتى تطلع بعدها في حفلة كينج محمد منير انا اللابس بدلة يعني هو عارف كواس جدا بس ففي ناس بتبقى ماشية سايبها دماغها ممكن للستايلست اللي معاها في ناس في فانانين بتسيب دماغها للموضة عمتا عادي خلاص دي موضة وفي ناس يقول لك لا ده هيتناسب مع مجتمعنا وفي ناس يقول لك لا انا برة بعمله كده هعمل كده خلاص كل واحد حر وانا برضو حر اقول رأي بصراحة كده ممكن تبقى تلبيسة لأي الفنان يخسر فيها كتير اه اعتقد لان احنا احنا اصلا شعبنا اه شعب اه بينقط بسهولة بينقط بسرعة تمام بس بتقالي ما بنوصلش لمرحلة نقفل يعني مش همثلا مش هبطل اسمع احمد سعد علشان لبس كده فاهم اه هو انا بقول اه مش عاجبني وهو اكيد وصل للفنان انه مش عاجبني بس انا عادي احب احمد سعد واسمع اغانيك يعني يوما لايك ان انت افور مسلا في كل حفلة هتعمل كده خلق يعني يا سيد مش هتفرج على حفلاتك بس هاسمع لا مش هتشوف حفلاتك مسلا لو انا لبسك مسلا مدايقني بحاجة بس هاسمع يعني هاسمع اغانيك لكن مش هوصل لمرحلة ان انا نقفل ان انا اسمع احمد سعد ولأ والزيدة لابس حال لا مش هافور كده يعني عادي شفت حاجة كده يعرف اللي هي دي عادي هي دي كده خلاص دي دي بس بس عادي بعد كده خلاص هنعمل ايه هعمل ايه هعمل ايه يعني بس كنت اعمل حوار مع الايسيلي بس قال ان هو شايف ان عمر دياب اهم حد في مصر ممكن زي عب حليم ومكادسوم يعني حتى اهم من المنير اهم من كل دول رأيك في دي ايه برا لا طبعا يعني اه ها طبعا عمر دياب قيمة كبيرة جدا وكلنا تربينا على اغانيه وهو مثال اي اي بني ادم مش اي مطرب مثلا او حد في الميديا فكرة الاستمرارية في نجاحه وفكرة بسم الله ما شاء الله بسنه محافظ على شبابه يعني حاجات كتيرة لكن فكرة ان لا مصر طول عمرها تاريخ كبير احنا تربينا على اغاني ناس كتيرة جدا وتاريخ لغاية دلوقتي موجودين لا طبعا فكرة ان الشخص الاوحد وما فيش غيره دي لا دي مش موجودة خالص يعني امال امال ايه ربنا خلقنا عندنا عقل وعندنا ازواء وعندنا حاجات كتيرة بنحبها يعني ما عمرك ما تلاقي واحد بيحب المانجا بس وباقي الفاكهة لا يعني فهمم او معترف ان الفاكهة هي نوع واحد بس يعني كلها ازواء وكل واحد ليه طعمه وهما يعني ده هو اللي بيدينا ان الدنيا حلوة ماشي حلوة يعني يعني لو تسمع حاجة على طول هتزهق اصلا او لو مبيش غير واحد بس هتزهق مين اكتر مطرب استفزك مؤخرا بشكله باغنية دمها تقيل اي حاجة اغنية دمها تقيل لا مفيش دمها تقيل طبعا في اغاني الحاجات الغريبة اللي هي بتبقى اصحابها انا قصديني يعملوا الترند انا من الناس انا ما بعملش الكلام مش زي مين والله اي 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 او اغنية ما شفتها مصول بيها ترند مش ما تقول مها فن بيبقى فيه حاجات كتيرة والله ما ببقى فاكر حاجة بس انا لو اه يعني هتدخل عندي على البروفايل عندي مبشايرش حاجة ولا حتى اشاير وبكتب فوق ترياقة لان هو ده اصلا الغرض ما هو اللي ببقى قاصد يعمل ده هو عارف كواس جدا انه بعمل اسفاف وقاعد بهبل هو قاصد ده علشان انت تاخد تعمله شير وتكتف بوق ايه الهابل ده فانت هو عايز ده احنا اياما عملنا شهرة لناس بالشكل السلبي والفكرة اللي ادحكك ان احنا بنابقى فاكرين ان احنا بندحك عليه بنتريق عليه المصيبة ان هو اللي بيتحك علينا من هو بيسجل الفيديو مثلا او هو بيسجل الاغنية العبيطة دي تمام هو عارف من يلا حرمي اي جملتين وعارف ان الناس هتشتمني فيها وهتتريق علي فيها وانا حقق اللي انا عايزه فهو ببقى احنا فاكرين ان الناس بتتريق عليه تمام والحقيقة هو اللي بيشتغلنا هو اللي بعمل هو عايزه في الاخر فما بعملش ده عندي ما بديلوش انا الفرصة دي اصلا بقى الشخص ايا كان مين هو اللي بيعايز اشتغني انا ولا بكتب عنه بالسلبي ولا بالاجابي بس